يالو تفضل تفضل أبو العباس وعليك السلام أبو العباس كيف حالك شيخنا الفاضل الحمد لله رب العالمين ازايك أبو العباس عامله الله يحفظك شيخنا تفضل شيخنا انت لطيف انت جاي تنطينا اتحرك بأدمغتنا بصراحة اتحرك اقول في حلقة اليوم يعني اشكالك علي ليس كشيعي وانما نقول طرف محايد لا سني ولا شيعي انت حضرتك كلامك صحيح عندما تقول اني تاركن فيكم كتاب الله وعترتي سؤالك تقول اين العترة الان حتى اطيعها صح؟ نعم صحيح؟ لا انا بقول اين المهدي لانك كلام عن شخص نعم كلام عن شخص وليس عن علم وانا في علم النبي صلى الله عليه وسلم يكفي او علم عليه يكفي لكنهم تكلموا عن شخص اكيد فضل اكيد اكيد انا الان اطلعت على قرآنكم انا الان لست مسلما لا سني ولا شيء اطلعت على قرآنكم وقال الله سبحانه وتعالى اطيع الله واطيع الرسول انا اسألك الان كيف اطيع شخص قد مات منذ 1430 سنة كيف اطيعه تطيع النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اي سيرة؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفرق بيننا وبينكم أنكم تقولون أنهم شخوص أنا أرى أنكم تأخذون شيء والشيء يأخذون شيء أنا أتبع من أتبعكم وحدة وحدة أبو العباس وخذ لي بالك اتققت الأمة على أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن روايات أي علم النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فده الصحيح يعني التوراة والإنجيل أليست التوراة نزلت على سيدنا موسى والإنجيل نزل عن سيدنا عيسى صح والمصح أليس هذا علم بغض النظر هو إيه ولكنه في النهاية علم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه القرآن وأتت إليه السنة فمات النبي صلى الله عليه وسلم فمن الطبيعي أن نأخذ ذلك العلم صحيح أحسن جميل أنتم هنا بقى قلتم سمعني بقى عشان الأمور تتضح حتى للشاب الصغير الشيعي أنتم قلتم لابد من إثنى عشر معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنقل علم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ما قلتم مش مهم مين اللي ينقل زي ما احنا بنقول مش مهم مين اللي ينقل المهم اللي ينقل يكون ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنسان ثقة نقل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنتم فرضتم على الأمة 12 معصوما فلما نيجي نكلمكم في الأشخاص ما تقول للنبي عندكم فده شيء بديه جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت في يوم من من الأيام ويترك تركة ويترك إرث للأمة ألا هو التراث ألا وهو العلم ألا وهو القرآن فمن الطبيعي أن القرآن يتداول بين الناس من الذي يتداول القرآن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ده المخ البشري العاقل بيقول ده الكلام ده أنتم فرضتم علينا 12 معصوما بالتتابع يعني علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي ابن الحسين إلى آخره إلى الحسن العسكري يبقى عندكم العلم بالتتابع يداه ياخد من ده يدي ده ياخد من ده يدي ده ياخد من ده يدي ده فتوقف العلم بعد كام بعد 150 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عن من عن جعفر الصادق ما احنا عايزين نفهمه 1300 سنة بلا معصوم تقول لي بقى غايب الغايب حجته معا الكلام اللي كانت ده نحنا مش عايزينه فلذلك نحنا نسأل سؤال بسيط جدا والسؤال ده هادم لقصة الاثن العشرة معصوما والتتابع والقصة اللي هما مش لقينا حل دي لعندهم ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد يارب كتاب الله عطرتي أهل بيتي وأنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض كلمة الافتراق هنا لها معنيين المعنى الأول ألا وهما أنهما الاثنين لن يفترق عن بعض القرآن والعطرة أي المهدي الآن هنكلمك المهدي لن يفترق عن بعض يعني المهدي حافظ القرآن الكريم وحافظ تفسير القرآن الكريم وحافظ علم النبي صلى الله عليه وسلم حلم ما فيش مشكلة لكن المحصلة النهائية فين إن المهدي أخذ القرآن الكريم واختفى راح فين الله أعلم المعنى الثاني للحديث وهو الأظهر ألا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن العطرة ستكون موجودة على الأرض موجودة على الأرض طول من موفاة النبي إلى قيام الساعة طب هو هي موجودة ليه إيه الحكمة من وجودها الحكمة من وجودها نشر العلم طيب هل تأتى هذا منذ 1300 سنة لا ليه لأن الذي يؤدي هذا العلم ليس موجود طب هنقول يا جماعة الخير عندنا جعفر الصادق وعلم جعفر الصادق طب أين الذين قابل جعفر الصادق بح أين الذين بعد جعفر الصادق برضو بح يبقى إيه لازمت أساسا اللي قابل جعفر الصادق واللي بعد جعفر الصادق تمام حضرتك تفضلت قلت لك كيف نأخذ ديننا نأخذ ديننا عن شخص ميت الرسول صلى الله عليه وآله قلت لي نأخذ السيرة الصحيحة منه سؤال هل صح لديكم أن النبي قال لقد كثرت الكذابة علي فمن كذب علي متعمدا فليتبأوا مقعده من النار هل صح لديكم هذا صحيح حديث صحيح جيد جيد إذن إذن أنت الآن العفو شيخي يعني حضرتك وأخوان أهل السنة كيف يميزون بين الحديث الصحيح والسنة الصحيحة وبين الأحاديث الدخيلة في سنة الرسول المبذوبة وأمطيك مثال خصوصا في مدح بعض الصحابة وهي كثير من أحاديث المبذوبة أنا مش هلو دخل في مدح الصحابة وما تحلل إن القصة كده هتفرع فأنا ما بحبش هتفرع بداية من فضل نعرف الحديث الصحيح اسمعني بس نعرف الحديث الصحيح أطيك السؤال الثاني حتى تجاوبه نفد مرة ما أجاوبك هو السؤال الثاني بس السؤال الثاني حتى فدناه فدناه بتجاوب حضرتك قلت لي أن الشيعة قد ابتدعوا فكرة الأئمة الاثنى عشر ألم يصح في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله قال الفلفاء من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش تفضل جاوب طيب أجاوبك الأول على لا زال الإسلام عزيزي أن اللي انت بطرته لا عفو تفضل تفضل الآن لا 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 الكلام لك الآن أنا أستمع لا الأول تعترف أن أنت بطرت الحديث لا لا أنا مو بترته أنا ما حافظة نصا جاي أطيك أنت أفضل من عندي لا بطرت الحديث انت راجل ما ينفع تتكلم بالكلام ده ما يمر عليك أعطيتك رأس السطر لا ما تديني رأس السطر نحن عزين ديلي السطر تفضل كمل للحديث بصورة صحية الحديث يقول لا يزال الإسلام عزيزا منيعا حتى إثنى عشرة خليفة وفي رواية حتى إثنى عشرة أميرة يعني في عهد هؤلاء الخلفاء سيكون الإسلام عزيزا منيعا كلهم من قريش تمام وصحيح السؤال بقى لو إحنا نزلنا الحديث ده على الأئمة بتوعك هل فيهم حد كان الإسلام عزيزا منيعا على عهده لا إذن الحديث لا ينطبق علينا دي النقطة الأولى النقطة الثانية ألا وهي كيف نأخذ الحديث الصحيح الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط من مثله إلى منتهى بدون شذوذ ولا عل يعني بمعنى إيه بمعنى أن أنا أعرف أن أبو العباس إنسان صادق وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجرب كذب على أبو العباس فقالنا أبو العباس قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فلتبوق مقعده من الناع فنألنا الحديث من أبو العباس ده اللي بعد أبو العباس طب جي واحد ثقة تاني سمع من أبو العباس وهو ثقة ولم يجرب عليه الكذب فقال سمعت من أبو العباس أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمام فأداها فجي التالت وأيضا ثقة يبقى ما رواه العدل الضابط العدل الضابط أي ما رواه الذي لا يكذب بمعنى عامي تمام عدل ضابط ضابط أي بقى طبعا دي قصة تاني وهذا اللي بقى لك يبقى هنا أنت أخدت بالضبط كده بالضبط زي إيه لما تيجي تقول مثلا عن زرارة عن أبي بصير عن محمد بن سنان قال أبو جعفر فنفس الشي أنا أقول لك إيش عرفك للحديث صحيح هتقول لي لا أنه رواه ثقات أو كل اللي موجودين فيه ثقات تمام إلى أن دون الحديث فخلاص انتهت مسألة السند يبقى دلوقتي نصبح عندنا الحديث مدون بالسند بتاعه فهنا نعرف أن الحديث ده صحيح ولا من صحيح دي النقطة الأولى النقطة التانية المتن قال ليكون في المتن الشذوذ بمعنى إيه أنه خالف صريح القرآن مثلا يخالف صريح القرآن وقال لي بقى لك هنا يبقى لأ المتن ده فيه علة فلا ننظر إلى إيه إلى سند الحديث وإن بحثنا سبحان الله إن بحثنا فيه أي مدن فيه شذوذ تلاقي أن الحديث فيه انقطاع تلاقي أن الحديث مرسل تلاقي أن الحديث فيه أي شيء غير أنه صحيح تضر إذن المشكلة هي مشكلة علمية يا شيخ وليد هي ما تحتاج شتيمة الشيعة يشتمون السنة والسنة يشتمون الشيعة يا أبو العباس نحن نتعبد الله عز وجل بالعقل لها أو لاAH بالتضبر والتفكر يا أبو العباس يا أبو العباس لا 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 سيبك من التفكير مش هنيزها بعيدة أبو العباس مش هنيزها بعيدة مش هنيزها بعيدة أنا معاك إنها مسألة علمية ولكن خلينا نفكر شوي القواعد اللي حضرتك وضعتها في معرفة صحة الحديث هل فيها سنة نبوية هل فيها أمر قرآني لا دا على تكتب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث الوفود عندما كان يبعث الوفود لكي يحاضروا وينقيلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم للناس المجاورة فده طبيعي جدا يعني أنت حضرتك دلوقتي لما بتدخل بتدرس المعادلات وفيه سغورس ومش عارف أرشتاين ومش عارف تدرس إيه يعني هو حد عاصر أرشتاين ولكن هي النقلات بتاعته علمه وصل لنا بالتتابع دا وصل حتة ودا وصل ودا وصل ودا وصل كعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لنا بالتتابع لكن هي قضية كلها في إيه أنا نفسي أفهم ما أنا إنسان أنا عايز أفهم النصوص الجامدة النصوص الجامدة والأجيال دلوقتي يبقى الأجيال مطلعة النصوص الجامدة لابد لها من تفسير لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تاركم فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعطرتي أهل بيت وأنه ما لن يفترق حتى يرد على حوض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو فهم بالمفهوم الشيعي يبقى إذن لابد لكل زمان أو لكل وقت إمام ومش محصورين في 12 واحد لأن 12 واحد المدة كذبت الـ 12 كذبت الرقم نفسه مش كذبت الـ 12 كذبت الرقم نفسه لذلك الشيعة نفسهم أو علماء الشيعة ما لقوا بود من هذه السنين إلا أن يخترعوا مسألة غيبة الإمام لأن الإمام ده لو كان موجود أساسا وفعلا حصل تتابع لحد بعد حسن عسكري وظهور المهدي لو حطوا أي طفل صغير الطفل هيكبر هيبقى عشر سنين عشرين سنة تلاتين سنة والناس منتظر أن ده المهدي فيحصل فيه الفتوحات ويحصل العدل الإلهي وما يحصلش لذلك هم وضعوا وضعوا مسألة الغيبة دي وضعوا مسألة الغيبة ليه عشان الـ 12 رقم ما يتكشفوا فحطوا مسألة الغيبة ومسألة الغيبة دي الله عز وجل ميقول لناشا أنا منزل لكم الرسول والرسول ده يفتح باب بيته ويدخل جوا بيته وخلاص على كده ويقفل باب بيته وخلاص على كده لا ناخد منه علم ولا ناخد منه أي شيء يعني استفادي تيه الأمة من أن كل المعصومين عند الشيعة متهدين كلمة متهدين دي يضحكوا بيه على الشيعة كلمة متهدين بغض النظر ده مسجون ولا ده مش مسجون ولا مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة أن رب أن رب ينزل رسول وقل له لو سمحت ادخل السجن وما تبلعش طب إيه الحكمة يعني مثلا سيدنا يوسف هل تخيل أن سيدنا يوسف مثلا يمقص السجن أول الله عز جل يبتليه وهو صغير فيدخل السجن ويموت في السجن طب يبقى إيه الحكمة إيه الحكمة من أنه يوسجل إيه الحكمة ان انا اود رسوله انا عارف ان هو مقتول مقتول ايه موقول اللي فيه رسول يا ما قتله وانبياء كتير قتله لكن الحكمة ايه هل هم قتلوا مثلا ما بلغوا الرسالة ما بلغوا النبوة سؤالك استفهامي ام استنكاري هدلي اسم رسول واحد نازل برسالة والرسالة بتاعته لم تكمل الرسالة بتاعته لم تكمل وقتل قبل أن تكمل شيخ وليد عندما تقول ما الحكمة من السجن ما الحكمة من الاضطهاد ما الحكمة هل هو سؤالك تريد أن تستمع لا 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 أنا كلامي مش كده افهم كلمي صح يعني أديك مثال واضح دايما بقوله لو أن الله عز وجل أرسلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بقرآن ولم يتكلم بصنة أول ما الله عز وجل أرسله على الأرض تمام جمج قريش أموغدين النبي صلى الله عليه وسلم حطينه في السجن وقفلين عليه لحد ما مات هل بذلك أقيمة الحج علينا لم تقم الحج بس ما هو ده أنا قصد كده أنا أقصد كده يعني إمام دلوقتي الله عز وجل أرسله لنا ومعصوم وعنده علم الغيب ويعلم ما كان وما يقول ويعلم ما تيموت وكيف يموت وفهم أصلاب الرجال وارحم النساء عنده جميع الأبشنات وبعد كده ييجي المليك واللي يقول عباسيين واللي يقول أمويين ياخده ده يحطه في السجن لحد ما يموت طب إحنا استفدنا هل وفقك الله لحج بيت الله الحرام إن شاء الله السنة جاية بإذن الله كنت أعملها سنين دي بس محام ربنا لم يقدر هل ذهبت للعمرة هل ذهبت للعمرة نعم ذهبت للعمرة هل طفت حول البيت الحرام طفت سبع أشواط الحمد لله رب العالمين ما الحكمة إنها سبعة أشواط لماذا ليست خمسة أو عشرة بص يا غالب عقول لحظرك حاجة أولا المثال بتاعك على اللي احنا بنقوله خطأ لا ده مثال خطأ طب ما أنت برضو واحد ييجي يقول لك اسمعني بس واحد ييجي يقول لك اسمعني بس يا بلعباس واحد ييجي يقول لك من الفجر لحد المغرب حد العصر حد الظهر واحد ييجي يقول لك اسمعني بس اسمعني بس واحد يجي يقول لك ليه مش اربع ركعات ليه مش ركعتين ليه مش تلات كلام ده اساسا بعيد عن اللي احنا بنقوله لكن انا بديك مثال لا والله اقول لك بعيد وانت متأكد ان هو بعيد انت متأكد ان هو بعيد الان انت تحول حديثك معلش انت الان تحول حديثك من اهل السنة وجماعة اللي بفهموا يعقلوا الى الشيعة وإلا كنت قررت المثال صحيح حضرتك ادرب المثال صحيح ايه هو المثال صحيح انا سألتك سؤال الان الان هل من الممكن ان الله عز وجل يرسل لنا نبيه ويسجن منذ ان يرسله الى ان يموت ياخد عقلا لا طبعا يستحيل يستحيل هناك هناك بعض الانبياء ارسلوا لقرية صغيرة ما الفائدة يعني يا باشا لقرية صغيرة يا باشا برضو المثال اللي انت حطيته خطأ اقول لك ليه لا ارسلوا اسمعني بس اسمعني ارسلوا لقرية صغيرة هناك فرق ان يرسلوا لقرية صغيرة وهناك فرق بين ان يرسلوا لهذه القرية الصغيرة ولا يؤدون ما اتوا من اجله فيسجنوا ولا يبلغون تلك القرية الصغيرة اي شيء يبقى شلون ما هو هل فهمت قصدي قصدي اني اذا اريد اتكلم بنفس اسلوبك كيف هذا وكيف هذا لا 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 انا اعوذي لا هل يعقل لا انا بتكلمك على حاجاتا هل يعقل انا الله عز وجل يرسل لنانا عشان نختم ونديك البومة لان انت ما بترتحشا لما بتاخدها ده بيتعاملة زي الحؤنة لا اسمعني هل يعقل ان الله عز وجل يرسل لنا رسولا ثم هذا الرسول يسجن منذ ان ارسلوا الى ان يموت هل يعقل وين رسالتي وين او امرأي وين خلاص ما فين الحب ده صح كلامك كده صح كده نعم بس اسمح لي شيخي الشيعة لا يعتقدون ان الامة هم مشرعون يعني لا يعتقدون ذلك يا راجل انت طب لو هم مش مشرعون اذا لماذا الله عز وجل جعلهم هكذا متطهدون عشان اععد اقول يعني يا حرام الى ايه ما قم واتطهدوا واتطهدوا وما نقلوا لنا العلم وانا اعمل ايه بتطهدهم شيخ وليد النبي النبي الرسول دعوته مستجابة ام غير مستجابة النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعوات مستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك دعوات غير مستجابة يا الله خذها بقى الله عز وجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سمعين مرة فلن يغفر الله لهم أنا لو كنت نبي ودعوت الله ألا يستجيب دعائي حسب نوع الدعاء حسب نوع الدعاء النبي هارون عليه السلام عندما قال لموسى يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لماذا لم يدعوا الله عليهم حتى يقتلهم ويقتص منهم نبي هارون حضرتك المثال المثال اللي انت ضربته ده المثال اللي انت ضربته ده موقعه ايه في اللي احنا بنقوله موقعه انه تقول كيف بإمام يكون مضطهد وشا استفاد من الضطهد لا برضو انت بتلف على سبحان الله بتحولوا تضللوا الشيع لماذا انت تكون في هذا الموقع؟ اسمعني أنا ما قلت الكلام ده اسمعني أنا ما قلت الكلام ده أنا بقول ازاي إمام أول ما الله عز وجل يرسله يدخل السجن وما نعرف عنه شيء يعني لا تقام بيه حجة ولا يقام بيه العلم يبقى إيه فيدته أساسا يعني تخيل أن الله عز وجل اسمعني بس تخيل أن الله عز وجل أرسل سيدنا موسى عليه السلام أم جاي فرعون أخذ سيدنا موسى ورب معاه تمام ولما سيدنا موسى ابتدى رع رع أم جاي فرعون أخذ وحطه في السجن وما طلعوش لحد ما سيدنا موسى مات يبقى استفدنا ايه من سيدنا موسى لا هسه انت جاوبنا على سؤالي البسيط هذا انا ماذا استفاديت من هارون يا استاذ ماذا استفدت من هارون ايه يا استاذ يا استاذ أولا سيدنا هارون أولا سيدنا هارون نبي وليس رسول وأن نبينا رسولنا سيدنا موسى استعان بسيدنا هارون لأنه ألح الحج من سيدنا موسى لما أخذوه ورح بيه إلى فرعون يعني أدى المهمة يعني كل نبي ورسول ليه مهمة فما ينفعش أساسا يكون نبي أو رسول يأتي إلى الأرض ولا يؤدي المهمة بتاعته أتكلم أتكلم معك في جزء من الآية جزء من رسالته عندما استضعفوا بني إسرائيل يا باشا لا حول ولا قوة الله يا استاذ أبو العباس يا استاذ أبو العباس هو أنا أنكرت أني من الممكن أن رسول أو نبي يضطهد هل أنا أنكرت ده؟ يعني شو بهتا تقول أنا ماذا؟ أنا ما أنكرت دوت أبقى متخلف عقلياً لو أنكرت أن الأنبياء يضطهدون وأن الرسل يضطهدون ولكن القضية كلها إيه؟ القضية كلها إيه؟ أن حياتهم ما تبقى واسمعني بس أن حياتهم كلها ما تفضل في السجن ما يفضل في الاضطهاد ما يدخل السجن من أول ما يرسل لحد ما يموت في السجن وما ناخد منه علم يبقى إيه الفايدة من وجوده؟ أبن تيمي أبن تيمي أليس من علماء الإسلام ألم يموت في السجن؟ يا عم مات في السجن بس أنا قلنا تراث لقلنا تراث قبل ما يتسجن وبعد ما تسجن يعني أنت اللي بتؤيدني يعني ابن تيمي يعني ابن تيمي عندك أفضل من الأئمة بتوعك والأئمة كذلك يعني أنه يسجن أو يفطهد أو يضرب أو يقتل يعني هذا مو عهب يا بش هاتلي علم هاتلي علم الحسن العسكري تفضل فينه؟ علم العسكري هو نفس علم رسول الله لا حول ولا قوة لا إحنا عايزين على أرض الواقع أين علم العسكري؟ أين علم الجواد؟ أحنا أين علم موسى الكاظم؟ فينه؟ شيخ وليد شيخ وليد تصبح على خير أنا بعد أقدر وانت من أهل ما مرتاحش عبو العباس لما ياخد البم